يعتبر التيم من ثمار الفاكهة الغنية بالعناصر والفيتامينات كما يحتوي على نسبة عالية من السكريات الأحادية سهلة الامتصاص والهضم وثبت له العديد من الفوائد الطبية حيث يستخدم كمسكن لأهلام المعدة ويستعمل في معالجة الحروق وتهيج الجلد وفي علاج تقرحات اللثة والحماية من بعض أنواع الفيروسات والبكتيريا ولأهميته الجذائية وقيمته التسويقية العالية يحظى محصول التيم باهتمام المزارعين والإقبال على زراعته لتحقيق العائد الاقتصادي المرجو منه هنتكلم عن الإكسار في التين وموضوع الإكسار دوت نحن نختار الشجرة اللي هي لها مواصفات جيدة مطابقة للصنف خالية من الإصابات والآفات الحشرية دي أول مرحلة وهي مرحلة إعداد وتجهيز العقلة فإحنا هنبدأ ناخد العقلة ونجهزها ونبدأ نعملها بعد كده بإندول بيوتيريك أسد بالتركيز المطلوب وهنحضره قدامكم علشان نستفيد ونفيد الناس بالتكنيك وطريقة الزراعة فحضرتك هنا بالنسبة لموضوع اختيار العقل إحنا طبعا بنيجي بعد تساقط الأوراق عملية التقليم دي بنجريها بداية من نص شهر واحد بداية من نص شهر واحد بعد تساقط الأوراق بنختار العقل وناخدها عقل من أفرع ناضجة ونجهز منها العقلة والعقلة دي بتكون بطول من 25 ل30 سنتي ولها طريق التجهيز إن أنا بقص العقلة تحت العقدة بنص سنتي تقريبا قص أفقي ومن أعلى العقلة من أعلى الطول اللي هو من 25 ل30 سنتي ببدأ أقص أص مائل للعقلة وبعد كده هوت ببدأ أعملها بالإندول بيوتيريك أسد بتركيز 2000 جزء في المليون وبعد كده بقى بطها في حزم الحزم دي بتكون من 50 ل100 عقلة وبعد كده هوت بعمل عملية الترئيد في خندق معد لذلك عملية الترئيد دي بتستمر من 3 أسابيع لأربع أسابيع بعد ذلك ببدأ أزرحها أطلحها من الخندق وأزرحها في أكياس بلاستيك وأتم وتكون عملية الزراعة عقلة في الكيس بتكون تم تكوين القلص لها وبداية تكوين الجزور وطبعا بأجهز الخلطة بتحتي اللي أنا أتم التفريد فيها وأبدأ أرويها ري جيد وأبدأ أزرع العقل في الكيس كيس عقلة في كل كيس بعد ذلك بحطها في الصوبة داخل الصوبة تستمر لمدة شهرين وبعد الشهرين بتبدأ بعد شهر من الزراعة خروج البرعم الخضرية وبعد ذلك بيستمر النمو وبعد شهرين ببدأ أخركها في المنشر اللي هو خارج الصوبة وأوليها بالرأي والتسميد وعمليات الخدمة ومكافحة الحشائش والآفات لحتى يتم الزراعة في المكان المستدين وإن شاء الله هنوريكم الخطوات دي خطوة من خطوة دي عملية تقليم وليست تجهيز العقلة الملحوظة هنا أنه شاطر في حتة أنه بيقطع على العظم علشان ما يخليش البرعم تبقى كتير وتطلع النموات كتير في غير مكان المرحلة التالية في عملية الإكثار بعد ما جهزنا العقلة بنجيبها هنا ونحضر اندول البيوتيريك أسد بتركيز 2000 جزء في المليون وبنحط له أحد المطهرات الفطرية الموصى بيها من وزارة الزراعة وبنبدأ نحط المطهر الفطري ده بتركيز 2 جرام في اللتر وننقع العقلة في المطهر في المحلول مع المطهر الفطري عملية النعة دي بتستمر من خمسة لعشر ثواني بعد الخمسة لعشر ثواني أخذ العقلة تتجهز في حزم تتجهز في حزم من خمسين لمية عقلة في الحزمة ويتم تجهيز الخندق اللي أنا هرقت فيه العقلة دي لمدة 3-4 أسابيع وتكون في وضع مقلوب بعد مرور مدة الترئيد اللي هي من 3-4 أسابيع ببدأ أخرج العقلة بيكون تكون عليها القلص مبادئ تكوين الجزور ببدأ أكون مجهز أكياس بلاستيك سعة السعة اللي هي الموصة بيها وابدأ أزرحها في الكياس بعد غمرها بالماء وأزرحها كل عقلة في كيس وتستمر في داخل صوبة الإكسار اللي هي بتكون مغطاة بالسيران تزليل 73% ويستمر لمدة شهرين بعد شهر من الزراعة بيبدأ نمو البراعم الخضرية وبعد شهرين بيبدأ أخرجها في المنشر خارج الصوبة وتوالى بالرأي والتسميد ومكافحة الآفات والحشاش في المرحلة دي احنا بنعبي الكياس بخلطة التفريد بحيث أن أنا بعد تمام عملية الترئيد وتكوين القلص هبدأ أزرع العقلة في كيس الزراعة الموجود دوت كل عقلة في كيس مرصوصة في باكية واحدة بعد عملية الترئيد لمدة 3-4 سبيع وبدأ تكوين القلص ومبادئ الجدور ببدأ أجهز الكياس بخلطة التفريد وأبدأ أزرع في كل كيس عقلة والمفروض أن الأكياس دي أكون ديتها راي غزير وتتحط بقى في الباكية دي وتوالى بالرأي لمدة شهرين بيتم خروج البراعم الخضرية وبعد كده أبدأ أخركها في المنشر عشان تكمل فترة النمو بتاعتها وتوالى بالرأي والتسميد ومكفحة الأفات فيه طريقة تانية للإكثار بأجريها بنجريها طول موسم النمو داخل صوبة الإكثار تحت نظام الرأي الضبابي اللي هو المست فبأخذ العقلة اللي هي نصف غضة وبيتم تجهيز العقلة بطول من 15 ل20 سنتي وبجهزها كالتالي برضو القطع أفقي من تحت العقدة وبشيل كل الأوراق ما بخليش غير ورقة واحدة وبشيل نصفها أيضا وتبقى العقلة بهذه المواصفات وأعملها بالإندول بيوتيريك أسد برضو تركيز ألفين جزء في المليون وأزرحها في سنديق الزراعة وأزرحها في سنديق الزراعة صندوق الزراعة بياخد من 20 لـ 25 لـ 30 عقلة وتزرع وتوضع على المست لمدة شهرين بعد الشهرين بيتعملها عملية أقلمة ويتم التفريد بيكون تكون المجموعة الجزري بيتم التفريد في الأكياس زي المراحل السابقة بعد ما زرعنا العقلة اللي هي نصف غضة بعد معاملتها بالإندول وزرعناها في المست صوبة الإكسار المغطاة بسران التزليل بسران التزليل 73% وقعدت شهرين تحت المست تم تكوين المجموعة الجزري وفي الحالة دي أنا بعمل عملية تأسية للعقلة اللي هي خدت دورة الإكسار بتاعتها وبعد كده بيتم عملية التفريد وهنا احنا بنفرد في أكياس الزراعة التفريد زي ما حضراتكم شايفين وبعد عملية التفريد بتوالى بالري والمتابعة ومكافحة الحشائش والآفات داخل الصوبة وخارج الصوبة وتستمر داخل صوبة التفريد لمدة لمدة شهرين بعد شهر بتزداد النموات الخضرية وتم النمو الخضرية وبعد شهرين داخل صوبة التفريد بنخرجها للمنشر خارج الصوبة لتوالى بالري والتسميد ومكافحة الآفات حتى الزراعة في المكان المستدين بعد التفريد بعد مرور شهرين من التفريد بدأ تكوين النموات الخضرية والنمو البراعم الخضرية بعد الشهرين دول هبدأ أخركها للمنشر خارج الصوبة لإكثار التين يتم اتباع طرق متنوعة من بينها الإكثار بالبذرة والإكثار بزراعة الأنسجة والتطعيم والإكثار بالعقلة ويبقى الالتزام بالتوصيات الفنية في عمليات الإكثار على مختلف أنواعها أقصر الطرق للحصول على شجرة قوية وجيدة وعالية الإنتاج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر